رسوم اضافية. بالتالي بالحاجات برضو اللي اتقالت برضو ناسم مكشي كويس. ديمائة جنيه بتوع آآ رسوم مغادرة. آآ آآ هو احنا موجودة عندنا من زمان ديم جنيه موجودة. ديم جنيه موجودة رسوم مغادرة. احيان. فالحفظ انه انا آآ الخمسين بزودها المية معادة. خمس محافظات آآ الافراج السحاب الجيه اللي هي آآ آآ لقصر واسوان. جنوب سيناء. بحل احمر. مرسى مطروح. آآ آآ فبالتالي يعني زي ما هي الخمسين جنيه اللي موجودة بقالها فترة طويلة هتظل هي خمسين جنيه. فكأنه الخمسين جنيه الزيادة ديه. واللي هي لو حتى سياحة آآ آآ هي آآ واحد ونص دولار يعني. ولكن احنا عشان السياحة واحنا شغلين على السياحة. قلنا المناطق اللي فيها السياحة. بل خمس محافظات آآ الطوم. هم الخمسين جنيه اللي موجودين بقالهم فترة طويلة. عشرات. ودول بيدفعوا ضمن تمن التسكرة. ضمن تسكرة طاير. ضمن تسكرة طاير. عشان كده ناس كتير ما كانتش عارفة انه كان فيه خمسين جنيه في الاول. لا لا هي موجودة خمسين جنيه بقالها فترة طويلة جدا جدا. فاحنا قلنا طي ما الخمسين جنيه اللي بقالها فترة طويلة جدا. ممكن نخليها مي. بس طبعا عشان السياحة قلنا تظل خمسين جنيه. بالنسبة للسياحة ما غيرناش فيها حاجة. في الخمس محافظات اللي انا عشر. إنما اي مواطن خارج من مصر دلوقتي عنده رسم مغادرة متضمن في التسكرة بتاعته مية جنيه. لما يقاف. لكن هو النهاردة فيه خمسين جنيه اوليدي بيدفعها. بقاله عشان السنين. ايه ان تذكرت. ايا ناس كتير ما كانتش عارفة كده. ففاكرين انه المية دي جديدة يعني. فهو الجديد في الامر خمسين. مظبوط جديد ده. ايه بديد في الامر خمسين. طيب. هني جي نقول طيب هو ايه ده ده.